بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع وقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نحييكم ويسرنا أن نقدم لكم هذه الحلقة ومرحبين بضيفنا الكريم مع للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاءة السلام عليكم يا شيخ عبد الله صالح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وآثابكم الله ونذكر الإخوة على هاتف البرنامج نستقبل اتصالاتهم 011-442-8313 البداية من الأخ عبد الرحمن أدحيم من الرياض يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله يسأل بارك الله فيكم كيف نحقق معاني هذه الآية المباركة في حياتنا وما هي الطاعة المطلوبة في الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآية الكريمة ينادي الله عباده المؤمنين لأنهم أهل الامتثال لنداء الله وأمره سبحانه فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وذلك بالعمل بكتابه سبحانه وهو القرآن الكريم وما أمر الله به نفعله وما نهانا عنه فنجتنبه هذه طاعة الله سبحانه وتعالى وبعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله أطيع الله وأطيع الرسول وبعد طاعة الله وطاعة رسوله باتباع الكتاب والسنة نطيع أولي الأمر مننا أولي الأمر الذين تولوا أمور المسلمين وهو إمام المسلمين ونواب أمير المسلمين نواب إمام المسلمين طيع الله وطيع الرسول وأولي الأمر منكم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تكون طاعة أولاة الأمور فقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيطاعون بما أمروا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك سبب لجمع الكلمة واتحاد الأمة وحلول الأمن وذهاب النزاع والخصومات إذا أطعنا الله وأطعنا الرسول وأطعنا أولي الأمر مننا وقوله منكم يعني من المسلمين يخرج الكفار فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء يعني اختلفتم في شيء وهذا يقع بين الناس فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وهو القرآن والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وبعد موته الرد إلى سنته وهذا عن طريق العلماء فيرجع إلى العلماء لأنهم من أولي الأمر العلماء من أولي الأمر داخلون في قوله تعالى وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله كقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ويرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك عن طريق العلماء إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان وأن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يكون من الكهر كما قال سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون ثلاث آيات في هذا فردت في حق الذين لا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع سواء كان هذا في العقايد أو كان هذا في المعاملات أو في الخصومات بين الناس كلها ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ذلك خير أي طاعة الله طاعة رسوله والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله خير للأمة خير للأمة في تحقيق مصالحها ودفع المضار عنها ذلك خير وأحسن تأويل أي عاقبة أحسن عاقبة للمسلمين في مستقبلهم وفي حياتهم كلها الحمد لله الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وأمرنا باتباع بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أذكركم أيضا بهاتف البرنامج مرة أخرى صفر 11 أربعة أربعة أثنين ثمانية ثلاثة واحد ثلاثة فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله أيضا الأخ السائل عبد الرحمن يقول في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يسأل عن هذه الآية هم المقصود بالناس الذين تجمعوا على هلاك الآخرين هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد لما حصل على المسلمين في وقعة أحد ما حصل من النكبة بسبب من عندهم بسبب من عندهم لأنهم خالفوا أمر الرسول أو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم فحلت بهم النكبة وعاد عليهم الكفار بعدما انتصروا على الكفار عادوا إليهم بعدما حصلت المخالفة منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فلما أصابتهم هذه المصيبة ورجع الكفار إلى مكة ورجع المسلمون إلى المدينة بما فيهم من الجرحة وما فيهم من النكبة جاء خبر أو أن الكفار قالوا ما عملنا بهم شيئا لو رجعنا إليهم واستأصلنا بقيتهم فأرسلوا إلى المسلمين يهددونهم أنهم سيرجعون إليهم الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر المعركة أن يخرج وفيهم الجرحة وفيهم المثقلون بالنكبة أمرهم أن يخرجوا لأجل ملاقات الكفار فخرجوا ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريبا من المدينة ينتظرون الكفار فلما بلغ الكفار خروجهم وبلغ الكفار خروجهم وأنهم مستعدون للقتال عند ذلك ألقى الله الرعب في قلوب الكفار فاندحروا بدون قتال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أي الكفار الكفار قد جمعوا لكم القوة سيرجعون إليكم ليقضوا على بقيتكم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فهم لم يخشوا الكفار لأنهم متوكلون على الله مؤمنون به وواثقون بنصره سبحانه وتعالى اخشوهم قالوا حسبنا الله الله كافينا قالوا حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل الموكول إليه أمورنا فنحن نعتمد على الله والله هو ناصرنا فخرجوا ولما علم الكفار بخروجهم ألقى الله الرعب الرعب في قلوب الكفار فولوا مدبرين وعاد المسلمون بالنصر والتأييد والقوة من الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا وهو مؤيدنا وناصرنا فانقلبوا بنعمة من الله رجع الكفار خاسئين والمسلمون لم يلقوا أدا ولم يلقوا باسا سالمين انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين نعم نعم بارك الله فيكم وآثابكم الله وهذه الآية الكريمة يمكن تصور أيضا حال المسلمين في هذه الأوقات فنسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام من كل شر ومن كل مكروه أذكر الإخوة أيضا مرة أخرى بهاتف البرنامج 011-442-8313 نبدأ مع الأخ محمد من حايل حياك الله أبداك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الله يجزل جميع خير أنا طالح أمرة سوالي لك فضيلة الشيخ فيها حديثة أنا مر علي لكن ما أدري أن صحت وليقول أشد شرقنا لي فرق الصلاة هل هذا حديث صحيح وهل يعني كانوا يحكمون على يقصر الفئر كان الصلاة يعني له حكم كحكم الشارف أو كذا نعم يروى هذا الأثر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صدأ نعم طيب خلص اسمعنا يا محمد عن طريق التلفزيون تفضل يا شيخ نعم هذا ثبت أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أورد عنه أنه قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته وذلك بأن يخفف ركوعها وسجودها والطمانين فيها فتكون ناقصة فهذا من السرقة من الصلاة وهذا أسوأ السرقة أسوأ من سرقة الأموال الناس يعيبون على السارقين لأموال الناس وهذا نعم محل العيب ولكن أشد من هذا الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمانين فيها نعم أثابكم الله عودا بارك الله فيكم عن الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأخ أبو سالم من الدمام يقول فضيلة الشيخ اشتد العداء والتشويف في العصور الأخيرة من خلال حملات مضللة ركزت بعضها على حروب الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته فزعمت زورا وبهتانا أن الإسلام دين عنف وإرهاب وأن رصب للإسلام صلى الله عليه وسلم رجل يحب الحرب وإراقة الدماء هل من كلمة فضيلة الشيخ صالح تبين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته على أمته وكما قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله في هذه الآية بهذه الصفات العظيمة وأنه رؤوف رحيم بأمته ولكنه كان قويا على الكفار المعاندين والذين يهددون المسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قوة وفي أصحابه قوة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين إذا المسلمون تساهلوا مع الكفار وضعوه في مقابلتهم طمع فيهم الكفار فلا بد أن يكون بالمسلمين قوة ويكون فيهم استعداد لقتال الكفار وملاقات الكفار ورد كيدهم سواء كان ذلك بالسلاح أو بالحجة ورد الشبه الباطلة عن دين الله عز وجل نعم نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة هذا يقول كيف يطبق المسلم ضوابط الصبر في الأزمات محمد عيد من الخبر بأن يتلقاها بالثبات وعدم الجزع وعدم القنوط من رحمة الله يتوقع النصر ويدعو الله عز وجل بالنصر والتأييد والله قريب ومجيب نعم أحسن الله إليكم نستقبل هذا الاتصال إبراهيم من الرياض حياك الله السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ خيب الحمد لله في خير سم تفضل أرفع صوتك أنا طرح أمرك إذا جيت أنوم الليل أوقع الجوال على صلاة الفجر أو أصحاب طيب سؤال آخر أبدا شكرا أن يتكلم شكرا لك تسمع الإجابة إن شاء الله بعد شوء يقول أنه يا شيخ أنه يعني يوقع الساعة على صلاة الفجر لكنه لا يقوم لصلاة الفجر ويتكاسل عنها يا أخي أولا تعزم على القيام لصلاة الفجر ويعينك الله على ذلك ثانيا عليك أن تنام مبكرا حتى تأخذ حظك من النوم ولا تؤخر النوم إلى آخر الليل وتسهر على أشياء تأخذ عليك الوقت وتأخذ عليك الليل بكر في النوم من أجل أن تستيقظ لآخر الليل لصلاة الليل وللوتر ولصلاة الفجر فنم مبكرا ثانيا توصي من يوقظك من أهلك ومن حولك توصيهم أن يوقظوك تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأعمل الأسباب للقيام ويعينك الله سبحانه وتعالى وإذا صحت نيتك أعانك الله ويسر لك نعم أحسن الله وليكم هذا الأخ عبد الله يسأل ويقول بلغ سلامي لفضلة الشيخ عبد الله وسألكم يقول هناك رجل نصيحتكم لرجل قاطع عياله بسبب علاقته بوحدة بالحرام ويخاصم ويقاطع أي شخص ينصحه أو يحاول إبعاده عن هذا الطريق ما نصيحتكم له ولأولاده أولا أنا لا يستسمي الشيخ عبد الله صالح هو يوصي على الشيخ عبد الله نعم نعم سؤاله الآخر يقول أنا أصلي في بيتي هل أنا علي ذنب وهل أنا في حكم من لا يصلي نهائيا يا شيخ صالح نعم عليك ذنب إذا تركت صلاة الجماعة في المسجد وأنت تقدر على ذلك فعليك ذنب عظيم قال صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل وما العذر قال خوف أو مرض هل أنت خائف الحمد لله الأمن ولله الحمد المتوفر هل أنت مريض لست بمريض فعليك أن تخاف من الله وأن تعزم على حضور صلاة الجماعة ولا تعود نفسك الكسل والتثاقل عنها نعم أيضا أبو عبد الله أبو حاتم عاد السؤال ويقول عفوا فضيلة الشيخ صالح يتمنى الإجابة على سؤاله قبل قليل الرجل الذي قاطع عياله عشان علاقته بوحدة بالحرام ويخاصم ويقاطع أي شخص ينصحه أو يحاول إبعاده عن هذا الطريق ما نصحتكم له ولأولاده أن يتقى أن يتقى الله سبحانه وتعالى وأن يترك المعاصي ويترك الحرام وفي الحلال غنية وإذا صحت عزيمته أعانه الله على ذلك وعليه يقبل النصيحة من أولاده ومن غيرهم ولا يقابل النصيحة بالغرضة والجفوة بل يقابلها بالنصيحة لأنها خير له نعم بارك الله فيكم وعثابكم الله السائل أبو حمد من القوعية يقول فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم ما هو واجب المسلم تجاه ما يحصل في بلاد المسلمين من فتن عليه أن يبذل ما يستطيع من النصيحة للمسلمين وبيان سبب ما أصابهم من أجل أن يجتنبوه وأن يعودوا إلى الله عز وجل ويحسنوا صلتهم بالله عز وجل ويتدارك تقصيرهم نحو دينهم ونحو أمتهم والله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عليكم بالتقوى والإحسان في القول والعمل وأبشروا بالنصر من الله سبحانه وتعالى نعم نعود إلى الاتصالات معنا الأخ فهد من الخرج حياك الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سم سلام كيف الحال يا شيخ لو سمحت عندي شوال سم تفضل بسأل عندي ثلاث أسئلة لو سمحت عطني يا هجيمي على أول مع أي خاسم تسبيح هل يجوز كبحا وأستغفر الله يوميا في جون ونضو طيب والثاني عمري 25 سنة ولا ولم أعدي فريطة الحج ولا العمرة هل علي يا ثام طيب والثاني هجوز أصلي شفر الوتر بعد صلات العشاء تقريبا ساعة تسعة بالليل في البيت يجوز تسعة طيب شكرا لك يا شيخ يسأل عن خاتم التسبيح إذا استخدمه وسبح بدونه يوضو خاتم التسبيح نعم إيش خاتم التسبيح هذا خاتم فيها رقام عدد بالعدد رقم لا يا أخي لا لا يستعمل لا يستعمل الخاتم لعدد التسبيح يسبح بدون خاتم طيب يستعمل أصابعه للعد يستعمل أصابعه للعد والسبحة يشير وهذا أو السبحة لا يعتقد فيها فضيلة وإنما يعتقد وإنما يريد أن العد فقط لا يريد فيها فضل أو فيها أجر نعم والتسبيح بدون وضو لا بأس بذلك الوضو إنما يكون للصلاة نعم هي التي تشترط لها الطهارة أما الذكر فهذا لا بأس يذكر الله على غير وضو كذلك اكتلاوة القرآن لابد إذا كان من المصحف يمس المصحف لابد من الوضو وإذا كان وإذا كان على ظهر قلب يقرأ القرآن على ظهر قلب فيقرأ القرآن بدون وضو إلا إذا كان عليه جنابه فلا يقرأ القرآن ولا آية واحدة نعم يقول بلغت من العمر خمس وعشرين سنة ولم أحج ولم أعتمر نعم تحج وتعتمر تبادر بالحج والعمرة ويعينك الله عز وجل ما دمت قادرا على الحج والعمرة فبادر نعم يقول إذا صليت صلاة العشاء أقوم بصلاة الشفع والوتر هل يلزمني ذلك أم أؤخرها إلى آخر الليل إذا أخرت إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر فهذا أفضل وإن قدمت الوتر بعد صلاة العشاء فهذا لا بأس به إذا كنت تخاف ألا تستيقظ من آخر الليل وإذا يسر الله لك وقمت في آخر الليل وقد أوترت في أول الليل فصل ما تيسر لك واكتفي بالوتر الأول لا تكرر الوتر في ليلة واحدة نعم في قوله تعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم يسأل بارك الله فيكم عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وهل له أوقات معينة دائما وآبدا تدعو الله فالدعاء ليس له وقت ولكن هناك أوقات أحرى بالإجابة مثل آخر الليل وفي الأسحار مثل آخر ساعة يوم الجمعة ففي هناك أوقات أرجى لقبول الدعاء فيها أكثر من غيرها وإلا فالوقت موسى للدعاء نعم يقول ما حكم الدعاء على من ظلمني بأمور مادية لا بأس أن تدعو على من ظلمك ولكن الصبر وعدم الدعاء عليها أحسن لك نعم أحسن الله إليكم مبارك الله فيكم هذا يسأل عن الزكاة إذا أخرها لغرض إنساني حيث أن من يحتاجها لن يحتاجها إلا بعد شهرين تقريبا حيث لو أعطيته الآن يقول المبلغ عبث به ما حكم تأجيل هذه الزكاة لمدة شهرين تقريبا تأخير لا بأس بذلك لا بأس بتأخير الزكاة تأخير دفع الزكاة إذا كان هذا لمصلحة ألا بأس بذلك أحسن الله وليكم معنا اتصال الأخ سعود من أبها حياك الله السلام عليكم مساء الخير أبو سعود تفضل جزاكم الله خير حياك الله سام وقت أسأل وقت أسأل الشيخ الله أقتربت مبلغ من البنك أرفع صوتي أقتربت مبلغ من البنك وأخذت جزء من المبلغ الله يسلم كنت شريت فيه ذهب وحال عليه الحود هل على الذهب زكاة وعلى المال مقترب منه يعني عليه زكاة أو لا وفيه سؤال ثاني الله استمع للشيخ واضح شيخ نعم أولا الاقتراض من البنك يا أخي لا يجوز لأن البنك لا يقرض الله برباء نعم السؤال الثاني الثاني السؤال الثاني الله يحيك اللي هو أخذت منه مبلغ وشريت به ذهب هل عليه زكاة الزهب حال عليه الحود نعم نعم إذا حال عليه الحود فيه الزكاة تخرج ربع العشر منه ربع العشر فيه صدأ سم 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 طيب سؤالك سؤالي ما حكم قول عليه الطلاق أن تفعل كذا وكذا طيب شكرا لك في أمان الله يسأل عن حكم الحالف بالطلاق تجنب الحالف بالطلاق ولفظ الطلاق يتجنب ويبتعد عنه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل أبو عمر من الرياض يقول في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يسأل برك الله فيكم ما هي نواقض الشرك في ذلك نواقض الشرك نعم من النواقض العشرة في الإسلام الشرك من نواقض الإسلام نواقض الإسلام نعم هكذا نعم ما هي نواقض الإسلام نعم نعم نواقض الإسلام كثيرة ذكر العلماء في باب حكم المرتد منها ما يقر من 400 ناقض ولكن هناك نواقض غليظة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة اسمها نواقض الإسلام وأعظمها الشرك بالله عز وجل هو أعظم ناقض من نواقض الإسلام فلتراجع هذه الرسالة وفيها بيان لنواقض الإسلام النواقض الغليظة تجنبها المسلم ولا يقع فيها أحسن الله إليكم سؤال الآخر يقول من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما حكم ذلك وما ارتباط ذلك بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا يجوز لأحد من أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أوجب على الجميع على الثقلين الجن والإنس طاعت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى في لما ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار فلا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله للناس كافة لا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته ويخالف شريعته صلى الله عليه وسلم نعم نعود لاتصالاتكم معنا الأخ أحمد من الرياض نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل طبيرة الشيخ تفضل عن الحديث اسمه من قرأ في اليوم عشر اسمه آيات صورة قل هو الله أحد من قرأها عشر مرات بناء له الله بيت في الجنة هل هذا الحديث صحيح؟ طيب شكرا يا أحمد تسمعي إن شاء الله تفضل يا شيح لا أعرف هذا لكن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فيقرأ المسلم في ورده مع المعوذتين والعدد لا أعرف أنه لابد من عدد محدد لو قرأ مرة واحدة يكفيها لو يحصل على الأجر والأثر الطيب هنا أثابكم الله الأخ عبدالصمد محمد يقول هل الإيمان بالقدر له شروط وضوابط؟ الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة لا يصح الإيمان إلا إذا آمن بالقضاء والقدر مع بقية أركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وعسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان التي لا بد منها لو نقص واحد منها لم يكن مؤمنا بالله ولا بقضائه وقدره نعم بارك الله فيكم أبو معين من جدة يقول إذا كان على الإنسان صوم شهرين متتابعين وصام من أول الشهر فهل يصوم ستين يوما أم حسب التقويم؟ يصوم بالعدد لأنه لا يرى الهلال فيصوم بالعدد ستين يوما يصوم ستين يوما بالعدد نعم أحسن الله إليكم يقول أيضا تركت كثيرا من الصلوات وسوفت في قضائها حتى نسيت ما هي الصلوات التي تركتها ماذا أفعل وجهون بارك الله فيكم عليك بتقديرها اجتهد في تقديرها وما غلب على ظنك فإنك تقضيه نعم أحسن الله إليكم آدم محمد من مكة المكرمة يقول هل على البيت الذي أسكنه زكاة لا البيت الذي تسكنه أو تؤجره ليس عليه زكاة في نفسه وإذا كنت تؤجر فإن الزكاة في أجرته نعم له سؤال آخر يقول حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة لا يجوز هذا هذا لا يجوز رفع اليدين لا من الخطيب ولا من الحضور وإنما يؤمنون بدون رفع يدين والخطيب يدعو ولا يرفع يديه لخطبة الجمعة سؤاله الأخير يقول هل يجوز للمرأة أن تقعد في مصلاها ما بين المغرب والعشاء نعم يجوز لها أن تقعد في مصلاها لكن ليس مثل الجلوس في المسجد وإنما تقعد في مصلاها لأن هذا لأن هذا أهوى عليها من الانتقال لأجل أن تنتظر العبادة فهي مأجورة إن شاء الله لكن ليس هذا مثل الجلوس في المسجد هذا الذي ورد إنما هو الجلوس في المسجد نعم بارك الله فيكم هناك بعض الناس إذا صلى في المسجد وسلم الإمام قام وخرج مسرعا ما حكم ذلك نعم يجوز له ذلك لكن ينحرم من أجر كبير ها يتأخر ويأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة ويتمهل في الخروج لأن ذلك أعظم لأجره وأتم لصلاته أيضا نعم نعود إلى اتصالات الأخوة عبيد من مكة المكرمة تفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمع عندي سوالين طال عمر الأول الأول طال عمر كان دخلت أحدى أي قنصليات الإسلامية ولقيتهم في المسجد في مسجد عندهم خاص يعني ما هو مسجد رسمي وهم صابتين وصلت معهم قاموا الصلاة صلم وتقدم بهم واحد بدون إقامة فصلت من فردان منهم واش حكم صلاتي أعيد هذا السوال الأول طيب والثاني السوال الثاني طال عمر أنا عندي أقار موجر على الحكومة هل زكية وأنا ما استلمت المبلغ حقه طيب شكرا لك يا عبيد بارك الله فيك تسمع على الإجابة فضل شيخ نعم أعيد السؤال سؤاله الأول يقول أنه في أحد الدول دخل إلى القنصلية ووجدهم يصلون في مصلاهم فقام أحدهم بالصلاة دون إقامة فلم أصلي معهم ولكن صليت مفردا عنهم ما حكم صلاتي الإقامة ليست واجبة نعم الإقامة مستحبة فأنت أخطأت في كونك صليت مفردا وتركت الصلاة مع الجماعة نعم سؤاله الآخر يقول عندي عقار مؤجر على الحكومة ولم أستلم حتى الآن هل عليه زكاة نعم هو عليه زكاة إذا حال الحول عليه وهو في يدك أو عند الحكومة لكن لا تخرجها حتى تقبضه فإذا قبضته أخرج الزكاة منه إلى حال عليه الحول تخرج ربع العشر نعم عن كل سنة يا شيخ لو تأخر عن كل سنة نعم لأنه دين دين له نعم فإذا قبضه يزكيه نعم هذه إحدى الأخوات تقول إذا غطت المرأة رأسها في الصلاة وبدأ بعض الشعر هل صلاتها صحيحة لا إذا علمت بذلك وتركت شعرها لم يغطى فصلاتها غير صحيح نعم تقول سؤالها الآخر أحيانا أضع زيت الخروع لتكثير الحواجب والتجمل ما حكم ذلك نعم تقول أنها تضع زيت الخروع لتكثير الحواجب والتجمل في ذلك هل يجوز تكثير الحواجب تكثيرها تكثيرها يعني باتها بسرعة لا لا تعمل بالحواجب شيء تتركها على خلقتها ولا تعمل فيها شيء هذا هو هذا هو هذا هو السنة أنها ما تعمل فيها شيء لجل تكثر أو تعمل فيها شيء لجل يزول منها شيء أو تخف لا تعبث بها تتركها على خلقتها نعم أبو إبراهيم يقول نرغب منكم نصيحة لعموم المسلمين الذين يتهاونون في الصلاة بالصلاة وخاصة صلاة الفجر لما بعد الإشراق أو أحيانا لا يصلونها قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وتوعد الذين يخرجون الصلاة عن وقتها من غير عذر قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهم يصلون لكن لا يصلونها في وقتها فهؤلاء ساهون عن الصلاة مضيعون لها نعم نعم بارك الله فيكم هذا يسأل عن من صلى لغير جهة القبلة لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك علم بوجهة القبلة ثم صلى تجاهها ما حكم الصلوات الماضية إذا كان في بلد فيها مساجد فيها مسلمون وصلى إلى غير القبلة فيعيد الصلاة لأنه فرط لماذا لم يسأل لماذا لم ينظر في المساجد فهو غير معذور في انحرافه عن القبلة هذه من ناحية الناحية الثانية لماذا يصلي وحده عند المسلمين وعنده مساجد ولا يصلي مع المسلمين يصلي معهم ويحافظ على صلاته نعم أحسن الله إليكم هذه هذه أحد الأخوات تقول زوجي يريد أن أبقى مع أمه ولم أجد راحتي معها فهل يجوز لي طلب الطلاق لا أطلبي منها مسكن مستقل لا تطلبي الطلاق أطلبي منه مسكن مستقل ترتاحين فيه نعم المرأة إذا أكملت شهرا بعد الولادة ثم طهرت هل تصلي وتصوم نعم ليس لعدة النفاس عدة محددة بل إذا قطع الدم فإنها تغتسل وتصلي نعم هل يجوز دفع زكاة المال للأهل الأهل الذين تلزمه نفقتهم لا تجوز زكاته لهم وأما القريبين الذين القارب الذين لا تلزمه نفقتهم فالأفضل نعطيهم الزكاة لأنها صدقة وصلة كما في الحديث نعم أبو سالم من تبوك يقول نرغب منكم فضلة الشيخ كلمة عن فضل الصدقة وما ورد في ذلك في الكتاب والسنة الصدقة فضلها عظيم لا سيما إذا كانت من مال طيب ووضعها في مستحقها ففيها فضل عظيم يضاعفها الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه والمتصدقين والمتصدقين ذكرهم الله جل وعلا في آية الآل عمران والمتصدقين فلهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى صدقات نفعها متعدي نعم نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة ونستقبل اتصال أبو جمال من مكة تفضل من مكة المكرمة نعم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعر معي سؤال الأول الأول هو عن التباول يعني إنسان واحد مريض مع سكر عنده سكر وبعدين يجي يقول على نفسه بعض المرات كيف لك في واحد عنده سكر مريض أيوة إذا حضر الله التباول يقبل ما يقبل وصل للحمام يقول على نفسه بعض المرات طيب طيب والثاني الثاني في قطة الصلاة بخصوص الصلاة سجود الصلاة إيه إيش فيه بعض المرات أنا إنسان تعبان شوية وبعدين ما عارف فقر سريع الإمام يخلص يخلص الرطوع على السجود والإشتراع ما كمل قراءة الفاتحة طيب طيب شكرا أبو جمال تسمع الآن عن السؤالين من الشيخ عن أنه مريض وفيه سكر وحيانا يعني يتبول على نفسه لم يلحق بذلك ما حكم ذلك وكيف يتطهر إذا كان البول دائما معه هذا حدث دائم لكن يتوضى عندما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه بول ما دام هذا دائم معه يتبول بدون ضوابط هذا يصلي على حسب استطاعته يتوضى عندما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل عليه بول فصلاته صحيحة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم نعم يقول برك الله فيكم في الصلاة أحيانا أنا لا أستطيع أن أنتهي من الفاتحة ثم أرى الإمام وهو يركع ولكن لا ألحق على ذلك مما يسبقني ما حكم ذلك التأخر تابع الإمام تابع الإمام ولو لم تقرأ الفاتحة تابع الإمام واستد معه واركع معه نعم نعم أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تقول زوجي لا يستطيع الذهاب للمسجد فهل يجوز له صلاة الجمعة قبل وقتها وكذلك الصلوات الأخرى في البيت الصلوات الأخرى في البيت إذا كان لا يستطيع الذهاب لصلاة الجماعة فيصلي في بيته لأنه معذور وأما الجمعة إذا كان معذورا أيضا ولا يستطيع الذهاب إليها يصليها ظهرا في بيته ولا يصليها جمعة في بيته صليها ظهرا نعم أربع ركعات نعم أحسن الله إليكم هذا أحد الأخوة ويبدو أن أحد من الطلاب يقول ما هي الأسباب المعينة للعلم النافع مع كثرة المشاغل في الحياة أسباب المعينة أن تتفرغ لطلب العلم تخصص من وقتك وقتا لطلب العلم ولو كان قليلا وتداوم على ذلك ويعينك الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم السؤال الآخر أو هذا سائل آخر عبد الله من الرياض يقول هل يجوز أن أصلي مع زوجتي صلاة الليل جماعة وما الحكم إذا فعلت ذلك دائما إذا قصدتم هذا ما هو مشروع ولكن إذا جاءت وصلت معك فلا بأس إذا جاءت وصلت معك فلا بأس بذلك أما أن ترتبوا هذا دائما فالنافلة ليس صلاة الليل ليس لها جماعة تقصد ويتفق عليها إلا في رمضان صلاة التراويح صلاة التهجد هنا أحسن الله إليكم هذا السائل يقول أبو معاذ من جدة يقول تساورني أحيانا بعض الشكوك والوساوس في العبادات والطاعات وقد ترتفع إلى أعلى من ذلك ما حكم ذلك وما هي نصيحتكم لي إذا حصل لك شيء من هذا في بدايته تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتلا تلتفت للوساوس تقطعها عنك وبهذا تذهب عنك بإذن الله نا سؤاله الآخر يقول ما صحة الحديث أجعل لك صلاة كلها وما المقصود الحديث صحيح والصلاة هنا المراد بها الدعاء المراد بها الدعاء أجعل لك صلاة كلها يعني أجعل لك دعائي كله للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم سالم محمد من أبها يقول ما حكم سب الدين وأهل الدين والإساءة للناس في ذلك سب الدين ردة عن دين الإسلام أسب أهل الدين أيضا ردة عن الإسلام فلا يجوز هذا عليه أن يتوب لله عز وجل في القرآن لما قالوا ما رأينا مثل قراء هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا واجبا عند اللقاء حكم الله بردتهم ولما جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم أثابكم الله أنتقل إلى سائل آخر لكن عليه التوبة نعم لكن عليه التوبة إلى الله باب التوبة مفتوح إذا حصل منه شيء فليبادر بالتوبة ولا يعود لمثل هذا نعم أحسن الله إليكم هذه ثلاثة أسئلة من السائل صالح محمد من الجبيل يقول هل على الدين زكاة نعم إذا كان الدين عند ملي أباذل فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول مثل ما تزكي المال الذي في يدك أما إن كان الدين على معسر أو على مماطل ولا تدري هل يحصل أو لا فهذا تزكيه إذا قبضته لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه نعم أحسن الله إليكم سؤاله الآخر يقول ما حكم الوصية للوارث حرام قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الوارث يكفيه ميراثه نعم سؤاله الآخر والأخير يقول ما حكم العمر عن الغير لمن لم يعتمر إذا كان الغير عاجزا لكبر أو مرض مزمن لا يستطيع معه العمرة وهو لم يعتمر عمرة الإسلام فليعمدك تؤكلك تعتمر عنه أما إذا كان قادرا فلا لابد يعتمره نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر سعيد صالح من تبوك يقول حكم التأجير المنتهي بالتمليك هذا عقد باطل وقد صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء ببطلانه فلا يجوز عمله نعم أحسن الله إليكم ما حكم من يكثر الحلف وخاصة الحلف بالطلاق لا يجوز له ذلك والطلاق خطير ويترتب عليه في حراقه لزوجته أو أنه يخالطها وهو قد طلقها وانتهت علاقته بها بالطلاق فهو خطير عليه تجنب لفظ الطلاق ويبعده عن لسانه نعم أحسن الله إليكم سائل آخر أبو سعد من الرياض يقول ما حكم السعي في بيع العقار السعي يعني نعم الذي يأخذه الدلال صحيح الذي يأخذه الدلال نعم 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 لا بأس هذا لا بأس أن الدلال يأخذ سعي من صاحب العقار إذا باع له عقارا يأخذ سعي نعم ويقول سؤاله الآخر عن العربون يقول إذا لم يتم البيع هل لي أن أخذ هذا العربون نعم إذا إذا بعت بيعا فيه خيار وإذا لم ودفع العربون ثم لم ثم لم يمضي البيع ولم يجزم عليه فالعربون لصاحب العقار بدل حبسه عقاره مدة ثم يقول أنا تنازلت في ضرر على صاحب العقار لذلك يأخذ العربون نعم أبو هيثم من الدمام يقول من زرع كلية ونصحوا الأطباء بعدم الصوم لمدة ثلاث سنوات ماذا عليه نعم لا يصوم إذا كان عليه ضرر من الصيام لا يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا أو إذا عافاه الله وقدر على الصوم يصوم ولو متأخرا قضى يقضيه ولو متأخرا إن تعذر القضى يطعم عن كل يوم مسكينا نعم أيضا معنا اتصال أبو سعد من مكة المكرمة تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام الشيخ سالح صيب الله سلام نعم تفضل بالسؤالين أبو السعد أبغى أشوف جزء للحرمة يعني شرعا أعطي أصف جزء للحرمة حقتي وبنتي أبا أكتب لها ما أدري إيش والبنت تكتب لها شيء منه والبنت تكتب لها شيء من العقار أيضا أبا أشوف شرعا للحرمة والبنت أعطي البنت حقتي طيب طيب السؤال الثاني مرت أخي عندها أخي توفى وعنده أزار كذا بيت وما هي رادة بيها لبيت اللي هي كلها من الشحة والناس والشحة من البنوك السلف ومن هنا ما هي رادة بيها وتجيم حقهم هذا محرم عليها طيب شكرا يا أبو سعد حياك الله حياك الله خير حياك الله بارك الله فيكم يقول حفظكم الله هل يجوز له أن يعطي الحرمة أو الزوجة جزءا مما يملكه من عقار وكذلك أيضا أن يقرر للبنت لا بأس بذلك العطية جائزة وأما البنت إذا كان له غيرها من الأولاد لا بد يعدل بينهم كلهم يعطيهم مثلها نعم يقول زوجة أخي المتوفى زوجته رفضت أن تبيع أو توزع ما يملكه أخي من عقار ما حكم ذلك وهل هي آثمة فيه إذا كان لها شركة من الورثة يرفعون أمرهم إلى القاضي والقاضي يحل هذه المشكلة نعم بارك الله فيكم نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هذا يقول من به وساوس كثيرة وتصل إلى العقيدة ماذا يجب عليه يجب عليه أن يرفضها ولا يلتفت إليها ويستعيذ بالله من الشيطان عند حضورها وتذهب عنه بإذن الله نعم ما هي كفارة الحلف بالطلاق عند الغضب وبماذا تنصحونني هذا يسأل عنها يسأل عنها المحكمة ولا يرسل سؤاله لدار الإفتاء نعم نعم هذا السائل طالب علم أحمد سعيد من مكة المكرمة يقول الفرق بين علم الفقه وعلم وصول الفقه أصول الفقه القواعد التي يستطاع بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الوصول هذه قواعد نعم أحسن الله وإليكم نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الرياض يقول هل زوجة الخال من المحارم لا ليست من المحارم نعم يعني زوجة الخال يكون يكون بن أختها محرما لها نعم نعم ما هو السؤال يقول هل زوجة خالي من المحارم لا ليست من المحارم أنت أجنبي منها نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاة جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ومتعه الله بالصحة والعافية ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل وهذه تحية من الزملاء هناك ومن زميل محمد الحامد وكذلك من المخرج سلطان العتيبي وكافة الزملاء نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته